اكد معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب على نجاح الرؤية الاستراتيجية والسياسية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله من خلال تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين تحقيقا لما فيه خير الدول والشعوب جاء ذلك خلال تصريحا لرئيس مجلس النواب مناسبة زيارة جلالة الملك المفدى الى روسيا الاتحادية واضف رئيس مجلس النواب الى تطلع المجلس النيابي لمزيد من التعاون والتنسيق في الشأن البرلماني مع المجلس التشريع الروسي من اجل تطور علاقات التفاهم في مجال العمل البرلماني والتشريعية المشترك بين الجانبين كما واشار رئيس مجلس النواب ان هذه اللقاءات والزيارات تسهم في تدعيم اواصل العلاقات الثنائية بين البلدين والنابعة من سياسة دعم وتشجيع الانفتاح على جميع الدول التي تقوم بها مملكة البحرين في مختلف علاقاتها الخارجية مؤكدا على اهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس في ظل التطورات الجارية للأوضاع الاقليمية في الشرق الاوسط والخليج بشكل خاص كما اكد معاليه على الروابط الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بروسيا على مختلف الاصعدة ومؤكدا على التعاون الجاد ودعم كافة الفرص المتاحة لتطوير وتفعيل العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات ترجمة نانسي قنقر